تنطلق نسخة جديدة لبطولة الصوبر المصري في العاصمة الإماراتية أبو ظابي خلال الفترة من 20 أكتوبر وحتى 24 البطولة المنتظرة تشهد مشاركة أربع عندية مصرية وهم الأهلي والزمالك وبراميزي وسراميكا كلوباترا حيث تقام هذه البطولة مثل نظام البطولة السابقة النسخة التانية اللي هيكون فيها نظام أربع عندية غير النظام الماضي للبطولة اللي كانت بتتلعب من المباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل الكاس لكن النسخة دي وعلى غرار النسخة الماضية والنسخة التانية على التوالي اللي هتكون بأربع عندية بطل الدوري بطل الكاس وبطل ربطة الأندية والكرت الزهبي المراضي المرة اللي فاتت كان مفيش كارت زهبي المرة دي الكارت الزهبي راح لنادي الزمالك الاهلي بيشارك فيه هذين نسخة كبطل للدوري وبرامدز بيشارك كبطل للكاس رمي كبطل كسر ربطة والزمالك حصل على الكارت الزهبي تفاصيله اكتر عن الصوبر المصري وعن النسخة الجديدة من الصوبر اهلا بيكم في حلقة جديدة من عطير والحديث عن الصوبر المصري النسخة اللي هتتلاحب بإذن الله 20 اكتوبر نص النهائي ومباراة النهائية يوم الخميس 24 اكتوبر يلا بينا نعرف التفاصيل سجل ابطال الصوبر عبر التاريخ يعتبر النادي الاهلي الاكثر تتويجا باللقب وقع 14 مرة حيث نال اللقب اخر 3 نسخ ويأتي الزمالك في الترتيب كتاني وقع 4 القاب كان اخرها عام 2019 ويمتلك السلاسي طلع الجيش وحرس الحدود والمقولين العرب لقب وحيد من الصوبر المصري الصوبر تلعب قبل كده 21 مرة الاهلي الاكثر تتويجا 14 لقب وحامل اللقب اخر 3 نسخ الزمالك حصل على لقب 4 مرات واخيرها كان 2019 والمقولين والحرس وطلع الجيش حصلوا على اللقب مرة واحدة والنسخة الحالية اللي هتتلافع بوظبي باذن الله النسخة رقم 22 من الصوبر المصري المباراة الاولى هتكون بين بيرامدز والزمالك ساعة 4 و 5 دقايق معرفش ليه وخمس دقايق ليه مش هربعة بالزبط ولكن يعني المعاد اللي تم تحديده للمطش ده هو 4 و 5 دقايق لمباراة الزمالك و بيرامدز ومباراة الاهلي وسراميكا ستكون باذن الله ساعة 8 الزمالك و بيرامدز سيلعبوا على ملعب استاد الا نهيان بنادي الوحدة والاهلي وسراميكا سيلعبوا على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة 20 اكتوبر ويوم الخميس 24 اكتوبر المباراة النهائية مباراة تحديد الثالث والرابع ستكون على استاد الا نهيان يوم الخميس قبل المباراة النهائية والمباراة النهائية ستكون في نفس اليوم على ملعب استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة يوم الخميس 24 اكتوبر تعال نتعرف على تحضيرات كل فريق للصوبر وطبعا الزمالك بيشارك بالكارت الزهبي هيلعب بطل الكاسي اللي هو بيراميدز والاهلي بطل الدوري هيلعب سيراميكا بطل كسر ربطة ده فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بالبطولة قبل ما نتكلم على تحضيرات كل فريق للبطولة الزمالك اول الفرق اللي وصلت لابوظابي للمشاركة في الصوبر لسه الاهلي وبراميدز وصيراميكا ما وصلوش بيراميدز كان عنده معسكر في تركيا خلص المعسكر ورجع على القاهرة وهيسافر من القاهرة على ابوظابي سيراميكا والاهلي بيتمرنوا في القاهرة ولسه هيسافروا على ابوظابي بإذن الله الجوائز المالية للنسخة دي من البطولة الفائز بالبطولة هيحصل على ٢٥٠ ألف دولار والوصيف ١٢٥ ألف دولار صاحب المركز الثالث ٧٥ ألف دولار وأخيرا صاحب المركز الرابع هيحصل على ٥٠ ألف دولار الكنوات المنقلة للبطولة بتأكيد ٢٠٠ تايم سبورتس المصرية هتنقل البطولة وأيضا أبوظابي الرياضية هتنقل البطولة بإذن الله البطولة قواعد البطولة أو الشكل الخاص به الماتشين بتوع نص النهائي لو الماتشات انتهى بالتعادل في الوقت الأصلي هنلجأ لرقالات الترجيح مباشرة دون اللجوء لوقت إضافي يعني الوقت الأصلي لو انتهى بالتعادل هنروح لضربات الترجيح على طول الكلام ده في نص النهائي لو في نص النهائي الوقت الأصلي انتهى بالتعادل هنلجأ لضربات الترجيح مباشرة دون اللجوء لوقت إضافي ولكن المباراة النهائية مختلفة عن نص النهائي في المباراة النهائية لو الوقت الأصل انتهى بالتعادل هنلجأ له وقت إضافي شوطين إضافيين بعد كده ضربات الترجيح مش زي نص النهائي نص النهائي التعادل نروح لضربات الترجيح النهائي تعادل نروح لأشواط إضافية ده فيما يتعلق بالنظام اللي تم تحديده للنصفة دي من البطولة الزمالك زي ما قلنا أول الفرق اللي وصلت لأبو ظابي علشان تشارك فيه البطولة أربع لعيبة من الزمالك موقفهم للانضمام للقايمة كلقاتي حسام أشرف لن يتواجد فيه القايمة بقرار فني من جوزي جوميز ونبيل دونجا والزناري هيكونوا موجودين على أمل أن هم يلعبوا ولكن بنسبة كبيرة مش هيشاركوا عمر جابر جاهز للمباراة بعد تعافي من الإجهاد العضل اللي كان بيعاني منه فعمر جابر هيشارك الزناري ودونجا بنسبة خمسة وتسعين في المية مش هيشاركوا حسام أشرف برا القايمة ده فيما يتعلق بالزمالك ولكن فيما عادة ذلك الفرقة كاملة متكملة صبح يرجع من الإصابة عواد موجود وهيشارك بنسبة كبيرة بشكل أساسي الفرقة ما فيهاش غيابات غير دونجا وزناري اللي مش هيكونوا موجودين بنسبة كبيرة عمر جابر رجع صبح يرجع الخط الأمامي كله ما فيه مش مشاكل في الزمالك ده فيما يتعلق بالزمالك برامدز زي ما قلنا رجعه من تركيا على القاهرة وهيسافره من القاهرة على أبو ظابل برامدز الفريق متكامل ما عندهمش غيابات يعني اللعيبة كمان اللي كانت موجودة مع المنتخب رجع يعني كلها جاهزة جاهزين للصبر فبرامدز ما عندهش غيابات جاهز الزمالك جاهز المطش ده هيكون قوي جدا ما اعتقدش ان المجارة هتبقى سهلة على زمالك نهائي ولكن انا من وجه نظري ان الزمالك اقرب للتأهل للمباراة نهائي على حساب برامدز الزمالك جاي منتشه بفوزه بالصوبر الافريقي وانجاز الصوبر الافريقي هادي دافع كبيرة جدا لنادي الزمالك كمان برامدز فتوقعتنا للمواجهة الاولى ان الزمالك هيفوز على برامدز وانا اتوقع ان المباراة ده هتنتهي بدربات الترجيح والزمالك هيتهيل على برامدز ب... اه... فترة اعداد في القاهرة للدوري و للصوبر هيسافروا لابو ظابي مباشرة من القاهرة على ابو ظابي مش هتلاعوا اي معصرات خارجية سراميكا عملت تدعمات كتير واغلب تدعمات سراميكا من بيرامدز خدوا من بيرامدز زلاكا وفخري لقاي وكمان عبدالله ماجدي واسلام عيسى اربع لعيبة من بيرامدز راحوا لسراميكا في بيرامدز في قصة انتقال لعبين لسراميكا اربع لعبين من بيرامدز انتقلوا لسراميكا وهيكونوا موجودين مع سراميكا في الصوبر الاهلي جاهز والفريق كامل وعندهم يعني دوافع قوية انهم يعوضوا اللي حصل في الصوبر الافريكي والاهلي كعادتوا ما بيخسرشوا بتولتين مهمين وربع فالاهلي داخل مركز وعايز يعوض اللي حصله في الصوبر الافريكي والناحية الثانية زي ما قلنا الزمالك منتشي بالصوبر الافريكي فالفرقتين بنسبة كبيرة توقعاتنا ان هما يكونوا موجودين في المباراة النهائية والجمهور الزمالك حجز التالت ايمين في المباراة النهائية كاملة والتالت اشمال كاملة الجمهور الاهلي فيعني جاهزين للنهائي من دلوقتي ولكن لازم الاهلي يخلي بالوا من مباراة صعبة نفس الكلام الزمالك مباراة صعبة ويتأهل للمباراة النهائية على حساب سراميكا سراميكا خصم قوي أيمن الرمادي عمل فرقة محترمة عملوا تدعمات حفظوا على عدد كبير جدا من الفريق يعني تقريبا 95% من قوام الفريق الموسم الماضي موجود زي ما هو ودعموا بأربع لعبة من بيرامدز في فترة المتقلات الأخيرة فالمواجهة تكون صعبة على الأهل ولكن خبرات الأهل أكبر والأهل عنده دوافع كتير أنه يعود هزيمة السوبر الأفريقي فتوقعاتنا أن الأهل يفوز ويوصل للمباراة النهائية ويعني نستنين مشاركتكم فيه التعليقات برأيكم وتوقعاتكم للمواجهة بيرامدز في الزمالك مين الأقرب للوصول للمباراة النهائية ومباراة الأهل وسراميكا مين الأقرب للفوز والتأهل للمباراة النهائية في السوبر المصري ده كان استعرضنا للسوبر المصري للأندال أبطال 2024 اللي هيقام فيه أبوظابيا في الفترة من 20 أكتوبر وحتى 24 أكتوبر ده كان استعرضنا للسوبر المصري شاركونا بقرأكم في التعليقات وتوقعاتكم لمواجهات نص النهائية وتوقعاتكم للسوبر المصري بشكل عام من الأقرب لتحقيق اللقب في النسخة الجديدة من السوبر المصري شكرا على حسن المتابعة سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة